مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب موضوع كفارة المسيح وموت المسيح الكفاري من أهم الموضوعات المتعلقة بالإيمان المسيحي فلأ قلنا لماذا مات المسيح؟ مات المسيح لكيما ينوب عن كل واحد مننا لكيما يحمل بنفسه خطيانة على عود الصليب عشان كده لما رأى يحنى المعمدان الرب يسوع قال عنه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم وهذا هو عنوان حلقة اليوم المسيح حمل الله الذي يرفع خطية العالم هذا الحق الإلهي الذي أعلن من أكثر من ألفين سنة وهو فعلا الحق الذي يغير الإنسان والذي يحمل ويعطي للإنسان حياة جديدة بالإيمان عندما نؤمن أن يسوع حمل خطيانة على الصليب طبعا هذه الأيام وصف المسيح بأنه حمل الله بمثل عند البعض معضلة كيف للكتاب المقدس أن يصف المسيح بأنه حمل أو خروف مسبوح لكن كلنا نعرف أن الرمزية جزء من اللغة كل لغة كل اللغات العالم بتستخدم الرموز ومن تاريخ الإنسان لحتى يومنا هذا هناك رموز بمجرد أن نشوفها أو نعرفها بنعرف أنها تدل على أمر ما يعني النهاردة لو مسكت الأبل تليفون مجرد أنك تشوف رسمة التفاحة كويس المقطومة دي على طول تقول ده إنتاج شركة أبل على طول لما تشوف الويندو بتاع مايكروسوفت أو الشباك بتاع مايكروسوفت لو شفته حتى من غير ما تقرأ كلمة مايكروسوفت أنت بتعرف أنه ده إنتاج شركة ويندو كل شركات العربيات لها رموز لها لوجو بتاعها كويس على مدار التاريخ كل مملك العالم وكل الإمبراطورات كان لها رمز معين سواء الأسد سواء النصر سواء الدب يعني حد النهاردة نقول الدب الروسي ليه بنقول روسيا كدب كويس ليه مثلا أمريكا مختارة النصر كرمز ليها ليه بعض البلاد مختارة الأسد كويس ليه لما نشوف العربيات زي ما نقول كل واحدة ليها رمز لأنه الرمز بيعلن عن الشيء بيعلن بيعلن عن هوية الشيء فلما نيجي لإيمان المسيحي نعلم أن الرمز الذي استخدم على مدار التاريخ كويس في الإيمان المسيحي هو أن المسيح حمل الله والصليب هو إعلان لذبيحة المسيح الكفرية التي قدمها نيابة عننا على الصليب نحن لا نقلل والكتاب المقدس لا يقلل من شخص المسيح عندما يصفه بأنه حمل الله لأنه الحمل هو الذي كان يزبح كزبيحة في العهد القديم وكان يزبح للتكفير عن خطايا الإنسان وكان هو الذي أيضا رمز الفصح الذي ذبحه الإسرائيليين قبل خروجهم من أرض مصر لما النهاردة أشوف علامة الصليب أقدر أقول إنه ده إيمان مسيحي لما أشوف حمل مسبوح أقدر أقول إنه ده إيمان مسيحي صح؟ فأنا مش شايف إيه وجهة الاعتراض أساسا وإيه اللي بيقلله الكتاب من المسيح لما يستخدم الروح القدس إشارة للمسيح كرمز للمسيح خروف مسبوح كما نفس الأصحاح ونفس سفر الرؤية اللي بيكلم عن المسيح خروف مسبوح بيكلم عنه هو ذا قد غلب الأسد الخارج من سبت يهوزة نفس الرمز أسد وحمل من حيث القوة ومن حيث أنه ديان العالم ومن حيث أنه هو الشخص الذي سيدين العالم وسيفتح السفر المختوم لكيما يدين العالم الأحياء والأموات فهو الأسد لكن عندما قدم نفسه ذبيحة عنه كان هو الحمل المسبوح طيب نأتي إلى موضوع المسيح حمل الله الذي يرفع خطية العالم عشان أرجع إلى موضوع التضحية والضحية والسافك الدم والكفارة نحن كمسيحيين وكأخوة مسلمين عندنا إبراهيم شخصية مشتركة نقدر نرجع إلى إبراهيم ونقدر نبدأ من عند إبراهيم في فهمنا لحقيقة الضحية أو حقيقة الحمل الذي يرفع الخطية أو الحمل الذي يمود تكفيرا عن الخطية يقول لنا الكتاب وبعد هذه الأمور وبعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال ها أنا ذا فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واذهب إلى أرض المرية الكتاب المقدس واضح جدا في من هو الذي سيأخذ إبراهيم أو من هو الذي أمر الرب إبراهيم أن يأخذه كويس ويقدمه مين هو المطلوب هنا ليس إسماعيل بل إسحاق وأكد له هذه الحقيقة قال له خذ ابنك وحيدك هتقول لي تم إسماعيل وحيده أيه وأسحاق وحيده من سار الذي تحبه أكيد الاتنين بيحبهم كأب لكن هنا بقى جيه وقال له إيه بالاسم إسحاق عندنا في الكتاب مقدس النص الكتابي بيقول عنه إسحاق واذهب إلى أرض المرية واصعده هناك محركة على أحد الجبال الذي أقول لك فأخذ إبراهيم حطب المحركة ووضعه ووضعه على إسحاق ابنه وأخذ بيده النار والسكين فذهب كلاهما معا وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي فقال هنذا يا ابني فقال هو ذا النار والحطب ولكن أين الخروف للمحركة فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحركة يا ابني فذهب كلاهما معا فلما أتي إلى الموضع الذي قال الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب ثم مد إبراهيم يده وأخذ سكين ليسبح ابنه فقال لا تمد فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا لأن الآن علمت أنك خائف الله هتقول لي هو إزاي الله علم هل الله كان ينقص العلم الله يعلم ويعلم كل شيء لكن هنا قد برهن إبراهيم عن إيمانه أعلن عن إيمانه بصورة عملية جدا في أنه أخذ ابنه الوحيد الذي طال انتظاره لأكتر من خمسة وعشرين سنة لكي ما يقدمه لرب فرب يقول له الآن أنت برهنت على أنك فعلا خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإسكبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه وعلى فكرة دي كانت خطة الله خطة الله ليس أن يقدم إبراهيم إسحاق لأن الله لا يقبل الذبائح البشرية والله أعلن أن الذبائح البشرية مكرهة له فخطة الله هي أن يمتحن الله إبراهيم لكن في نفس الوقت أن يدبر الله يدبر الله فداء لإسحاق بديلا عن إسحاق إبراهيم لم يجد هذا الكبش صدفة هذا الكبش هو تدبير إلهي لفداء إسحاق وعش كده يقول فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه فدع إبراهيم اسم ذلك المكان يهوى يرأى حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرأى يعني إيه يهوى يرأى؟ يعني الرب يرأى ويدبر ده معناها مش بس أن الله يرأى لكن الله يدبر يدبر الله دبر أمر فداء إسحاق الله دبر البديل عن إسحاق الله دبر فداء الإسحاق وعش كده اسم الرب واحدة من أسماء الرب أنه يهوى يرأى الرب الذي يدبر يرى الاحتياج فيدبر الاحتياج للإنسان طيب أجي هنا أكلم عن محور القصة محور القصة محور القصة هنا أن الله يدبر يرى احتياج الإنسان ويدبره هتقول لي وإيه هو احتياج الإنسان وهل الإنسان عنده احتياج يعني آه مع إسحاق ربنا رأى الاحتياج أنه إسحاق يفدأ فدبر له الفداء لكن هل الله رأى أن الإنسان في احتياج لفداء فدبر له فادي دبر له بديل هذا هو موضوع الكتاب المقدس كله موضوع الكتاب المقدس كله هو الله الذي دبر خلاصا للإنسان وعش كده يطلق على الكتاب أنه تاريخ الخلاص تاريخ الخلاص من بدايته إلى نهايته نرى الله من هو صفاته صفاته خلقه أعماله عنايته ونرى الإنسان الذي خلقه الرب على سرطه وعلى شبهه ونرى الإنسان الذي سقط والذي انفصل عن الله روحيا والذي صار أيضا محكوما عليه بالموت لأن أجرة الخطيئة موت الإنسان الذي يحتاج إلى فداء ونرى المدبر الله الذي دبر فداءا للإنسان ده كل موضوع الكتاب المقدس إذا حبيت ألخص الكتاب المقدس كله في ثلاث عبرات أقول الله الإنسان الخلاص أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطيئة طيب أجي إلى نقطة مهمة في الإيمان المسيحي وهي الخطيئة كلنا نعلم أن الخطيئة خاطئة جدا يعني لو حكيت مع المسلم هيقول لك آه أنا أؤمن بوجود الخطيئة حكيت مع المسيحي الخطيئة موجودة وملموسة ومعروف يكفي أن أنت تنظر حواليك مش تنظر حواليك يكفي أنك تنظر داخلك لو أنت أمين مع نفسك يكفي أنك تنظر إلى العالم لترى أن الخطيئة موجودة وترى أيضا نتائج الخطيئة من قتل وذبح وصرقة وزنة وكذب وعهارة وخزي وعهار وأنانية وانتقام دي كلها نتائج الخطيئة لكن تعريف الخطيئة في المسيحية مهم لأنه فهمنا للخطيئة بيعطينا أن نفهم الخلاص فهمنا ليه ليه ولك كام الدكاترة في الغرب صراحين جدا ما بيعرفوش حاجة اسمها يعني تجميل الحقائق ما يعرفش فلما تروح عند الدكتور ويكتشف بعد الشر مثلا أنه عندك مرض معين هيقولك المرض ده كل تفاصيله وكل احتمالاته ومخاطره ويمكن بعض تحليل يقولك أنت بقى لك هتعد قد ايه يعيش هتعيش ممكن قد ايه ده هنا بيعمل كده الطب في الخارج بيعمل كده وده بيخلي بيخلي المريض يفكر جديا أنه ياخد العلاج أنه قال العلاج مر ومتعب لكن مهم بالنسبة لي لأنه 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 أنا فاهم طبيعة المرض وبما أنه أنا فاهم طبيعة المرض فده بيعطيني أنه أبحث عن علاج وأدور على العلاج وأاخد العلاج كميز عشان كده في الكتاب المقدس كلمة حطى أو خطى حطى بالعبري بتعني عدم إصابة الهدف أخطأ إصابة الهدف كويس وفي أغلب الترجمات بتترجم خطية وده يمكن معروف بالنسبة لأنه نحن في اللغة العربية أيضا قريبة من اللغات اللغة السامية العبرية فنقدر نفهم المعنى ده كلمة شر رع دي كلمة أخرى بيستخدمي الكتاب وهنا بيتكلم عن الشيء الفاسد الشيء لما يفسد يبقى شر يبقى رع كويس ليه لأنه الفساد هو اللي بيجعل سلوك الإنسان منحرف جواه فاسد وده اللي قاله رب يسوع أنه مش اللي بيأكله الإنسان بينجسه لكن اللي بيخرج من الإنسان هو اللي بينجسه لأنه من القلب من القلب من جوا القلب الفاسد هو اللي بينتج عنه أفعال الفساد والشر كلمة الأخرى عون أو عين تعني إثم أو فجور وهي فعل الشر عمدا يشربون الإثم كالماء إنسان عارف إنه ده شر بس بيعمله وبيعمله مع صبق الإسرار والترسد عارف إن الكذب خطيئة لكن بيعمله لأنه بيكسب من وراه عارف إنه الغش خطيئة لكن بيعمله عارف إنه الشهوة والجري وراء الزناة خطيئة لكنه بيعمله الخطيئة في نظر الله هي التعدي إنك تتعدى وصايا الله تتعدى وصايا الله هي الفجور إنك تفعل الخطيئة وعينك مفتوحة لا تخجل منها هي الشر وعدم إصابة الهدف ده المفهوم الكتابي عن الخطيئة وعشان التعريف دوا تعريف شامل للخطيئة فالخطيئة لها نتائك الخطيئة هي فساد الإنسان الإنسان فسد فسد ولأن الإنسان فسد فصارت أعماله وأفعاله هي مظاهر لهذا الفساد فنحن لا نصير خطاه بفعل الخطيئة لكننا أصلا خطاه فنفعل الخطيئة فالخطيئة أو فعل الخطيئة لا يصيرنا خطاه لكن لأننا خطاه أصلا نحن نفعل الخطيئة لأن جوة فاسد فأنا أفعل الخطيئة الخطيئة هي التعدي زي ما قالنا كتاب في يحن الأولى ثلاثة وعدد أربعة هي عدم الإيمان هي البغضة هي عدم إصابة الهدف بمعنى أنه أنا خلقت كإنسان لمجد الله حولت هذا الهدف مجد الله إلى مجد الزات فصار الإنسان يعبد ذاته تحول الإنسان من أن يكون الله في حياته هو الأساس إلى أن يصير أو تصير الزات هي الأساس استقل عن الله لا يريد أن يكون له علاقة وشاركة بالله شكده الخطيئة لها أبعاد وأشكال زي ما قلت خطيئة هي عدم فعل الصلاح مش بس أنك تفعل الخطأ لا ده عدم فعل الصلاح إنك تعرف إيه هو صح وتعمله وما تعملهوش يا من أنت مش قادر تعمله يا من أنت مش عايز تعمله خطيئة هي التمرد والمقصود ضد الله والناس إنه أنا بتمرد النهاردة نجد في العالم الذي نعيش فيه نوع من التمرد على كل شيء والتمرد ده ليه مظاهر كتيرة التمرد حتى النهاردة فيه العالم الغرب للأسف مع أنه موجود طبعا في العالم الشرقي بس وبكثرة كتيرة لكن تحت التربيزة وهو الشواز الجنسي وفعلا الآية أو الكتاب لما يوصف حاجة بيكلم عنها بدقة لما يقول مجدهم في خزيهم إنه إنه أصبح العالم يفتخر بالخزي يفتخر بالخطية يفتخر بالشر يفتخر بالعري يفتخر بمراسة الجنس رجال مع رجال ونساء مع نساء يفتخر بالتحول الجنسي أصبح نهاردة هناك يعني هوجة هوجة اسمها التحول الجنسي ترانس جندر ده مش بس إنه أصبح هناك تحول من جنس إلى جنس يعني والتحول ده مبني على الرغبة الشخصية إذا أنا حسيت إن أنا عايزة أبقى ست أو إذا أنا حسيت إن أنا عايزة أبقى راجل أمش بكلم على تغييرات أو عيوب خلقية في الإنسان بتدفعه للأمر ده لكلم على مجرد الرغبة الإنسانية when you feel like إذا شعرت وبيشجعوا الولاد في المدارس إنه إذا شعرت إنه إنت عايز تبقى واحدة للدرجة إنه الجنون وصل إلى إنك ما تحطش جنس الطفل على شهادة الميلاد ما تكتبش الزكرة أو إنس اترك الأمر له للاختيار ومش بس كده ده أصبح هناك نوع آخر من الجنون مش بس الترانس جندر ده أصبح الترانس سوشيال يعني يعني أنا أبيض بس أنا عايز أو أشعر إن أنا عايز أبقى أسود كويس فأقول عن نفسي وأنا أبيض أقول عن نفسي إن أنا أفريقي أنا أجل أكلم على المصري لا أكلم على الأمريكاني وغيره يعني إن أقول على نفسي إن أنا أفريقي وعايز الناس يعملوني على إني أنا أفريقي أو العكس أنا أسود وأفريقي الأصل لكن عايز الناس يقولوا لي إن أنا أبيض ده اسمه هوس اسمه جنان اسمه جنان في يعني في فيلم وثائقي أشجع كل والدين يتفرجوا عليه هو أتمنى أن يكون ترجم لأنه هو مش كبير أتمنى أن يكون ترجم للغة العربية موضوعه هو ما هي المرأة what is a woman سؤال بسيط جدا إيه هي المرأة تعرفها إيه لمات والاش الدوكومنتري ده محطوط على على تويتر موجود على تويتر أول أسبوع اتحط على تويتر المشاهدات بتاعته عدت مية سبعة وسبعين مليون مشاهد هو فيلم تسقيفي بيروك إلى أي مدى الإنسان بشره مجدهم في خزيهم مجدهم في خزيهم شر الإنسان من 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 ينكر الخطيئة وتأثير الخطيئة وفساد الإنسان فهو أعمى لا يرى شامم كل الفساد اللي حواليه ويقول لك لا ده ريحته حلوة الخطيئة هي الفكر والقلب المخادع يعني الإنسان بيخضع نفسه بيخضع نفسه المصيبة الكبرى والطامة الكبرى إنه اللي بيتحول ما بيقدرش يرجع تاني وفي نفس الوقت بيعيش طول أيام عمره يعني في في حياة بيضيعها كلها لهو قادر يتمتع ولا هو قادر يبقى راجل ولا يبقى قادر ست وبيعلموا الولاد كده يعني الرب يرحمنا ويرحم أولادكم الخطيئة هي المقدرة على فعل الشر من خلال طبيعتنا الخطيئة أنا قادر أنا أفعل الشر أنا قادر أني أرتكب الخطيئة طب ليه لأن أنا من جوه خاطئ الخطيئة هي حالة أو وضع خاطئ يستحق الدينونة الإلهية واش كده هتنقل إلى إلى نقطة مهمة جدا تأثير الخطيئة على الإنسان وهاجي إلى إلى نقطة الخطيئة الأصلية وحكي عنها شوية تأثير الخطيئة على الإنسان ما هو تأثير الخطيئة على الإنسان إنه أصبح الإنسان مزنب جلت هيز جلتي أمام الله مزنب أمام الله أنا النهاردة لو 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 كسرت لو كسرت قانون أنا هقف قدام القاضي كمزنب مهما كان مهما كان القانون حتى لو 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 سرعت بالعربية وكسرت القانون المرور لو كسرت إشارة أنا هقف قدام القاضي كمزنب مهما كانت مدام في قانون واتكسر فأنا مزنب بإننا أصبحت أستحق نوع من العقاب نوع من العقاب ده القانون المدني على فكرة نجو أكلم على يعني القانون الإله نجو أكلم بس كمان من ناحة القانون المدني من ناحة القانون المدني العقاب في الكتالة المؤدس أنه يوم تأكل منها موتا تموت يعني بالتأكيد هتموت بالتأكيد هتموت يجي واحد يقول لي آه بس آدم ما ماتش كان مفروض أنه ربنا يضرب آدم في لحظتها لو هو سيريس يعني لو هو جاد كان مفروض يضرب آدم في لحظتها بالموت ويموت يقولك أنه الموت في الكتالة المؤدس له ثلاث أبعاد في هناك موت روحي انفصال عن الله وده اللي حصل أن الخطيئة فصلت الإنسان عن الله أصبح آدم ميتا بازنوب الخطايا موت روحي وده أول تأثير للخطيئة على الإنسان أنها بتفصلنا عن الله الله كلي القداسة أصبح أنا إنسان خاطي لا يمكن أبدا أن أقترب بالله بنفصل عنه الموت التاني موت جسدي أنه أنت تراب وإلى التراب تعود وهكذا اكتاز الموت موت الجسدي الموت الجسدي حقيقة حقيقة بنعيشها وحقيقة بنشوفها حوالينا في كل بيت في كل بلد البعد التالت للموت هو الموت الأبدي إذا استمر الإنسان في خطيئة ولم يتب ولم يكفر عن خطيئة يكون هناك موتا أبديا بحيرة من النار والكبريت تقول لي إيه دا القسوة دي هو فيه إله يعمل كده إن أنا لو أنا كسرت وصياه يعذبني إلى الأبد أنت اللي بتختار أنت اللي بتختار وأنا اللي بختار هو لي لي أنا وإنت مش بنحاسب أنفسنا على اختياراتنا لي بنلوم الله مع أن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون دا إرادة الله لكن أنا رافد زي ما زي ما أرفض العلاج اللي بيقدمه لي الدكتور لمرضي وقل له أنت ليه قاسي للدرجات هموت بالمرض لما أنت رافد تاخد العلاج العلاج اللي بيقدمه لك الرب الفساد الطبيعة الخطية وهنا نيجي إلى جزء شوية مهم وفيه كلام كتير وهو الخطية الأصلية ووراثة الخطية الأصلية يمكن تعبير وراثة الخطية الأصلية تعبير غير دقيق لأنه بيوصل للإنسان فهم خاطئ وهو أنه أنه في جينات وفي كرموزات بتتنقل من الأب للأم اسمها جينات الخطية لا ما فيش حاجة اسمها كده والآية اللي بتقول ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بأمي لا يعني أبدا أن هناك جينات اسمها جينات الخطية ده تعبير تعرفين المزامير في أغلبها هي شعر وده تعبير عايزي أقول أنه أنا يعني كل من أول الأخري ده أنا خاطئ حتى من قبل ما أولد أنا وحش لكن لا يعني أبدا أنه هناك جينات اسمها جينات الخطية وما يعني إيه الخطية الأصلية الخطية الأصلية هي الحالة هي الوضع اللي أنا وإنت والعالم كله وضع فيه من أول ما سقط آدم أنا وإنت كنا في آدم إحنا كنا في آدم ولما آدم اترد من الجنة إحنا اتردنا من الجنة صح وإن آدم ابتعد عن الله وانفصل عن الله فأنا وإنت أيضا في مكانة الانفصال عن الله هتقول لي بس آية نظام بإيه كلنا النهار ده بنعاني بنعاني من الناس اللي حكمونا من الناس اللي حكمونا من الناس اللي صاروا قادة ومسؤولين عننا للناس اللي احنا يعني مثلونا كحكومات أو ملوك أو رؤساء كلنا إذن بالعراقيين والبهدلة اللي حصلت لهم إذن بهم إذن بالعراقيين اللي ماتوا في الحرب كل ده مرتبط بالرأس بقرارات خاطئة بشخص مسؤول إذن بنا إحنا كمصريين والمعاناة الاقتصادية اللي بيعنيها الناس النهاردة في مصر نتيجة أيضا مسؤولين حتى في أمريكا النهاردة الناس اللي اختارت بايدن بتقول ياريتني ما اختارت بايدن وعلى رأي يعني الزعف العربية ولا يوم من أيامك يا أبو حنان كويس على ترامب لأنه القرارات اللي بيأخدها بتأثر علينا سواء أردت أو لم ترد سواء سواء ان انت اشتركت فيها أو لم تشترك انت اساسا متأثر بيها انا وانت متأثرين بيها ده بيسمي الكتاب كوربت سولدارتي يعني رأس القبيلة رأس الشعب النائب عن الشعب آدم نائبا عننا وعندما سقط آدم سقط الجنس البشري وعندما انفصل آدم انفصلنا نحن أيضا وعندما عاد آدم الله بخطياه وبأثامه نحن أيضا صرنا في وضع العدم قبولنا لله ولوصياه حالة الاستقلال التي أرادها آدم نحن أيضا نريد أن نستقل عن الله ده الخطيئة الأصلية وده اللي بيأثر على قراراتنا احنا فيه مكانة السقوط في حالة اسمها حالة سقوط في حالة اسمها حالة انفصال عن الله ده الخطيئة الأصلية لنا ولنت أني نقدر نهرب منها ولا أي حد في الجنس البشري يقدر يهرب منها زي ما يكون رئيس بلدك بيستلف فلوس وبيستلف فلوس وييجي في الآخر مش قدر يسددها هو مين اللي هيسددها ما أنا وإنت بس هتقول لي لا 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 أنا أنا ما استلافتش أنا مش هسدد ما تدارش تعمل كده أنا أش بكلم على مصر بكلم على أي بلد تانية حتى الديون اللي على أمريكا مين اللي هيسددها ما أولادنا اللي هيسددها ده لو قدروا يعني بنعمة ربنا هيسددها لما لما يكون عليك كأب ديون كويس هذه الديون لا تتساقط بموتك يعني يعني أنا يعني أرجو أوضح الفكرة دي لما يكون عليك دين كأب وموت الديون دي مش هتسقط الديون دي أولادك مطالبين يسددوها أو الورثة ده نفس الحالة بتاعت آدم آدم أخطأ آدم عليه دين آدم أجرد خطيته موت إحنا اللي هندفع لأن إحنا كنا في آدم وهو أبونا وعش كده الخطيئة هي فساد الطبيعة طبيعة فاسدة هتقول لي بس أنا ما بأخطئش هقولك أنت سوري كالذهب لأنه كتاب بيقول لنا كده إن قلنا أننا لا نخطئ نجعله كاذبا وليس الحق فينا ده أنا لو قلت أننا مش بأخطئ باجعل الله كاذب أنا مش أقولك أنت عملت إيه أنا هقولك أنت فكرت في إيه أنت فكرت في إيه عشو كده الإنسان يحتاج إلى فداء ليه الإنسان يحتاج إلى فداء الإنسان يحتاج إلى فداء لأنه الله عادل وبار كلنا نهاردة يمكن بنتابع محاكمة ترامب وكسروا للقانون الفيدرالي وأخذوا لي وثائق أجب أقول إنها صح أو غلط أنا أكلم على اللي حاصل كويس أنا لست محللا سياسيا كويس وأنا عارف إنه هناك كثير من التلاعب اللي بيحصل في السياسة والسياسة في كل مكان حتى في أفضل الدول تقدما السياسة فاسدة جدا كيف أكلم على الحق وأنس أنت ويفت قدام قاضي وأنس أنت كسرت قانون لازم تدفع تمن خطياك لازم أدفع تمن خطيايا ما فيش حل يا إما يا إما هدفع الفاتورة يا إما أدفع البنالت اللي عليها لو أنا كسر مثلا قانون المرور أو كسرت إشارة عليها غرامة لتسي أنا لازم أدفعها يا إما هتعمل لي وقف لرخصة السواء ما سوش لازم العدالة الإلهية لازم تاخد مجره الله يصير غير عادل إذا خطية الإنسان اتغفرت بمجرد كلمة يبقى القانون الإلهي ليس له أي قيمة وبر الله وعدالة الله وقداسة الله ليست لهم أي قيمة الذي أقامه أو الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفحة الخطايا السلفة بإمهال الله لإظهار بره في الزمان الحاضر الله بار ولأنه بار لابد أن يدين الخطيئة ويعاقبها الله غفور رحيم طبعا لو كل أب وأم في علاقتهم مع أولادهم صارت المحبة عندهم هي السماح لهم بفعل الشر أو الخطيئة دون عقاب تبقى محبة فاسدة محبة فاسدة لكن المحبة الحقيقية هي محبة مرتبطة بالعدل والبر ولأنه بار وعادل فهو أيضا محب وقدوس هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لو أنا آضي في محكمة أرضية وابني أخطأ لا أستطيع إذا كسر القانون لا أستطيع أن أعفو عنه لا أستطيع ولا يمكنني ولا يمكنني أن أعفو عنه لو أنا قاضي عادل بيحكم بالقانون مهما كانت محبتي لابني لا أستطيع إذا فعلا ابني كسر القانون إني أعفو عنه ده العدالة الأرضية أنا ممكن أحكم عليه بألف دولار غرامة إذا كانت العقاب غرامة مادية إذا كان العقاب في نص عليه القانون غرامة مادية أنا ممكن أدفع الغرامة المادية بس أدفعها من جيبي لكن لا أستطيع أن أعفو عنه حبيبي أنا بحبك يلا روح البيت ماما عمل لك أكل في البيت ده ده اسمه إيه ده اسمه إيه اسمه ظلم اسمه كسر للقانون اسمه مهانة للقانون ما ينفعش تبقى قاضي فإن كنا بنقبل دوا من حيث الفكر البشري فما بلنا من حيث الفكر الإلهي الله الكامل في بره وعدله وقداسته ومحبته طب بتقولي طب ليه أجرت الخطية موت ليه أجرتها يعني ما يكونش حاجة بسيطة ليه مش طلدوا من الجنة وخلاص كانت تنتهى الموضوع أو عقبه وعقاب آخر آدم أنت يعني هتبقى عاقر لمدة عشر سنين مثلا أو آدم يعني الأرض هتبقى صعب عليه جدا وانه عقبك بمطرة وتلق لمدة عشر سنين ليه أجرت الخطية موت لماذا الموت ولماذا لا يخفر الله لآدم كما نخفر نحن للآخرين ده السؤال وأعتقد أنه سؤال منطقي أنا مش ضد هذا السؤال ومن حقك تسأل هذا السؤال لو بتدور على إجابة بجد القديس أنسلم قال إذا قال إذا تصور أحد ما أن الله يمكن أن يخفر لنا ببساطة كما نخفر نحن للآخرين فأنه لم يفكر بعد مليا في جدية الخطية يعني الإنسان اللي يقول ربنا بقى غفور رحيم وزي ما احنا بنغفر هو يغفر لنا هو إنسان لا يدرك ولم يفكر في خطورة وجدية الخطية لم يفكر بعد مليا في جسامة ثقل الخطية طبعا يقول الرسول بوليس واصفا الخطية أن الخطية خاطئة جدا إن مشكلة الخطية هي أنها موجهة ضد الله أولا وأخيرا لهذا قال داود النبي وهو يعترب بخطية أمام الرب إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك سرعت كل خطية يفعلها الإنسان موجهة ضد الله هتقول لا إزاي طبعا أنا لما لما بسرق أنا مش موجهة خطية ضد الله أنا أنا موجهة خطية ضد شخص أقول لك آه بس أنت كسرت القانون الإله اللي بيقول لا تسرك طب لما تشتهي ما لقريبك آيب أنت كسرت القواصية الإلهية اللي بتقول لا تشتهي ما لقريبك فأنت في الأصل خطيتك موجهة إلى الله وإن كانت خطيتك موجهة إلى الإنسان في نفس الوقت يعني لما تغضب على أخيك باطلا وتقول لأخوك كلمات قبيحة كويس أنت غضبت ضد أخوك لكن أنت في الحق كمان كسرت وصية الله أنه لا تخرج كلمة رديئة من فمك واضح الفكرة كل خطية كل خطية ارتكابها الإنسان بالفكرة أو بالفعل موجهة أولا وأخيرا ضد الله ولأنها موجهة ضد الله الذي هو كلي القداسة الذي هو ملك الملوك ورب الأرباب الذي مجده ملء كل الأرض الذي قال فكان الذي أمر فصار الذي خلقنا وأوجدنا تكون الخطية الموجهة إلى الله كلي القداسة هي خطيئة خطيئة جدا هي مكرهة لرب تفصلنا عنه وتستحق العقاب الأبدي عشكده الإنسان يحتاج إلى كفارة يحتاج إلى فداء كلمة كفارة أو كفارة وردت أكثر من مائة مرة في العهد القديم وتعني يغطي تكفر يعني تغطي تغطي تستر تمحو والمعنى اللغوي كفر الشيء أي ستره غطى ونحن نحتاج إلى من يستر عورتنا وخطيانا وأثامنا لأن طول ما الله يرانا خطاة طول ما نحن واقعين تحت الدينون والعقاب الإله نحتاج لمن يستر خطيانا لمن يغطينا يسترنا يرانا أبرار وبلا لوم يرانا قدسين الفداء هو الثمن الذي يدفع لتحرير عبد أو إطلاق أسير وأنا وإنت سرنا عبيد للخطيئة أنا وإنت سرنا محكوم علينا بالموت ولا مهرب نحتاج لمن يفدينا يطلقنا أحرار يطلقنا أحرار كفارة في العهد الجديد القديم يعني بتبدأ من أول سفر التكوين من أول السقوط وصنع الرب الإله لآدم وإمرأته أقمصة من جلد وقال بسهما دي من أول أول ذكر الكفارة إن الله كفر ستر عورتهما وكفر عن خطيتهما كمان نوح لما نقر عنه أنه بان مذبحا للرب وكان ذلك بعد خروجه مع أسرته وقدم عليه ذبائح كفر في العاد الأديم نرى إبراهيم وأسحاق ويعقوب يبنون مذابح للرب ونرى أيضا سوريتها في تقديم إسحاق وفداء الله لإسحاق بكابشن في النموس المساوي نجد الزبائح الزبائح المختلفة التي كانت تقدم والتي أمر بها الرب شعبه زبائح المحركة السلامة الخطيئة يوم الكفار العظيم الزبائح الشخصية الزبائح العامة الزبائح التي كانت تقدم كل أسبوع زبائح المواسم والأعياد أهمية الدم طب ليه الدم لأن نفس الجساد في الدم وش كده رب يقول فأنا أعطيتكم إياه على المزبح للتكفير عن نفوسكم لأن الدم يكفر على النفس لأن نفس كل جسد دمه هو بنفسه والموت هو انسكاب الدم وعندما يقدم الإنسان ذبيحة ويسفك دم هذه الزبيحة هنا هنا نرى نفسا بنفس هنا نرى نفسا بنفس نفسا كفرت عن نفس وكل وكل شيء تقريبا يتطهر حسب النموس بالدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة وكل ما نتكلم عن المسيح حامل الله الذي يرفع خطيط العالم نحن نتكلم عن من سيبزل نفسه أو بزل نفسه على الصليب بالنسبة العهد القديم كان نظرة مستقبلية بالنسبة العهد الجديد هو نظرة للماضي الذي بزل نفسه سفك دم لكي ما يكفر عن خطيانا الزبيحة لازم تكون بلا عيب والمسيح وحده هو الذي بلا عيب هو وحده بلا عيب الزبيحة كان دم يرش على المسبح للتكفير المسيح سفك دمه على عود الصليب المسيح كسر جسده ولما أقول كسر جسده ليس كسر عظامه لأن عظمه من عظامه لا تكسر لكن المسيح مات على الصليب كان نظام الزبائح في العهد القديم واضح جدا للنسبة اليهودي أنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة تقول لي آه بس مرات كتير ربنا يقول لهم أنا كريت زبائحكم إن لم ترجعوا وتتوبوا لن أخفر خطاياكم هذا لا يلغي أبدا الزبائح ربنا لم يقول أنا كريتي محرقاتكم وزبائحكم يقولهم أنا توجه قلبكم مش توجه الإنسان التائب اللي جاي بزبيحة عايز يتوب عن خطايا أنت بتقدمها وكأنك مجرد بس إرضاء ليا لكن ليس إحساسا بالزنب وبالخطيئة وأنك مجرم وأنك إنسان مكسور جاي قدام ربنا المسيح مات نيابة عنه شكرا لنا الذي حمل هو نفسه خطيانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحل البر الذي بجلدته شفيتم قلنا في كورونسوس الثانية وأصحاح خمسة وعدد واحد وعشرين لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه المسيح حمل نفسه خطيانا في جسده وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديب سلام عليه وبحبره شفينا المسيح مات على الصليب وحمل هو خطيانا في جسده طب ليه يقوله هنا لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم شكده يقولنا الآية الجميلة دي هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطيئة المسيح هو حمل الله الذي رفع خطيئة العالم وكل من يؤمن به يخلص إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم